إلى أبليكيشن إلى أبليكيشن نعم ثم كوكيز أبليكيشن ثم كوكيز إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف وسمر القناة فمرت بنخل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد على قناتنا في اليوتيوب عدنا والعود أحمد كما يقال معكم أنا محمود بوكريا صاحب قناة محمود بوكريا كما قمنا بعمل في الدرس الفائت يعني الدرس الذي قبله قمنا بنشر فيديوهين وهي طريقة رهيبة يعني من أجل جلب الطرافيك اليوم الجزء الثالث والأخير وتكملة لهذه الطريقة المحتكرة والمحتكرة جدا والتي صدقني ستعطيك نتائج رهيبة بدون يعني أي مشكلة المهم أنا أعطيك رأس الخيط أشرح لك كيف تقوم بذلك وأنت تواصل المسير هو فريط رافيك ربما سيأخذ بعض الوقت ولكن النشر اليومي صدقني ستصل إلى أرقام لم تحلم بها يعني من قبل يعني أنا يعني التجربة مجربة وصدقني رائعة ورائعة جدا قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر سبسكرايب أو صابوني أو اشترك وكذلك لا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا عبر الفيسبوك من أجل إفادة طرح تساؤلاتكم والإجابة على كل الأسئلة المتوفرة نبدأ على بركة الله نعم هذا هو الويب سايت الذي قمنا بعمله في الدرس الفائت وهو خاص بالجيفس كما ترون هذه المنشورات يعني أو هذه المقالات أو هذه الصور المتحركة تنشر أوطوماتيكيا كما ترون 11 دقيقة 26 دقيقة أنا قمت بوضعها كل 10 دقائق تستطيع وضعها كل 5 دقائق أنت حر هنا 38 49 كما ترى صور جيفت ممتازة ممتازة جدا حيث تعطي تفاعل للويب سايت الخاص بك وطريقة ممتازة مثلا سأقوم بالدخول إلى إحدى الجيفس لكي نرى هل هي تعمل أم لا نعم كما ترون أو نعم الجيفس دائما هذه الجيفس تذهب فيرال يعني الجيفس تذهب فيرال في الفيسبوك واضح هنا كذلك تستطيع تعديل على الألوان على أي شيء نعم الآن سنبدأ بالطريقة أول شيء هو يجب توفر لديك حسابات فيسبوك يعني حسابات فيسبوك يجب أن يكون على الأقل حسابين أو ثلاثة مسخنين بطريقة ممتازة من أجل النشر وكذلك البحث عن الجروبات أول خطوة سنقوم بعملها أول خطوة سنقوم بعملها وهي البحث عن الجروبات يدويا يعني سنقوم بالبحث عن جروبات ومعرفة ما هي الجروبات الفيسبوك التي تستطيع النشر من خلالها يعني ليس كل الجروبات تستطيع النشر من خلالها بسبب سياسة الجروبات ولكن عندما تقوم بالبحث مثلا سأقوم بكتابة جيف كمثال كيف تعرف أن هذه المقالات أو هذه يعني الجروبات تستطيع النشر عليها تقوم بالنزول إلى جروبس واضح وتشاهد الجروبات التي من عشرون كفمافوك من عشرون كفمافوك مثلا هذا الجروبس هذا الجروبس على ما أعتقد هو جروب مصري يعني تبحث عن جروبات هذا 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 الجيفس أنا ما أعتقد هو خاص بالصور جيف نعم هذا هو تقوم بالبحث عشرة كفمافوك تستطيع جيف 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 يعني على حساب التفاعل على حساب التفاعل كمثال أنا هنا كمثال فقط مثلا هذا الجروبس هذه جيف كما ترى هذه عبارة عن جيف نعم هذا الموقع يعمل بنفس الطريقة التي سنعمل عليها جيف فايف هو نفس الموقع الذي قمنا بالتجسس عنه كذلك جيف جالكسي يعني هناك بعض كما ترى التفاعل ليس جيد ولكن هناك بعض الجيفس يكون تفاعل رهيب ورهيب جدا أنا قمت بوضع الجيفس على ما أعتقد وصلت لي حتى تلاتون كا يعني تلاتون كا أتخاصة بالمباريات كذلك تستطيع انضمام إلى جروبات كيف تعرف أن هذه الجروبات متفاعلة يعني تستطيع النشر فيها كل ما عليك هو الذهاب إلى About Learn More ومشاهدة هنا اليوم ليس هنا أي يعني أي بوست حاليا اليوم يعني هذا الجروب ميت كيف إذا رأيت أن هنا كثير من البوست اليوم وكذلك في الشهر هذا البوست عليه التفاعل إذن هذا الجروب عفوا مثلا هذا الجروب كذلك سنقوم بالنزول ستة هذا كذلك ليس جروب جيد هكذا وتقوم بانتقاء الجروبات كذلك هكذا Learn More هذا الجروب كذلك يعني ستأخذ بعض الوقت من أجل البحث عن الجروبات أربعة لا يعني ليست جروبات جيدة ستة عشر لا ستقوم بالبحث وكذلك يمكنك مثلا أنت لديك جيفس خاصة مثلا ب يعني أو يمكنك يعني حتى المامس يعني الضحك هاته الجيفس يعني في الموقع الخاص بي الجيفس كلها خاصة بالضحك وكذا تستطيع البحث عنها من أجل البحث عن المامس المامس متلا مثلا هكذا مثلا 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 هذا هذا كمثال وتقوم بالدخول الى about سبعة ليس جيد لا لا يوجد عليه تفاعل الذي يهمنا هو التفاعل سبعة لا ليس جيد 12 يعني على الاقل 20 في اليوم او 30 نعم كما ترون هذا هذا اذا قمت بوضع يعني الجيفس الخاصة بك او الرابط الخاص بك سيتم قبوله بسهولة كما ترى 58 اليوم فقط 1600 في طيلة الشهر يعني هذا الموقع تستطيع الانضمام اليه من هنا وسأريكم تستطيع التجربة من هنا مثلا سأعود الى الويب سايت الخاص ساقوم باخد مثلا هذه الجيفس اولا ساقوم بالنزول الى الاسفل الى نعم settings permary link هذه الخطوة نسيتها يجب ان يكون يعني كما ترون هنا الراوبيط طويل جدا الراوبيط طويل جدا فيه التاريخ او الى ما شابه نقوم بالتعديل عليه بالضغط هنا post name settings permary links post name ثم تقوم بعمل save change واضح ننتظر قليلا حتى يوم يتم عمل save نعم ثم نعود الى الويب سايت مثلا سنختار هذه الجيفس كمثال كما ترون تم الرابط والاسم سنقوم باخده ثم نقوم بالعودة الى حسابنا في الفيسبوك نقوم بالعودة الى حسابنا في الفيسبوك وستقوم بوضع الرابط تنتظر قليلا حتى يتم تحميلها كذلك تستطيع اخذ الاسم او غير مهم الاسم نعم كما ترون هذا هو الموقع ها هي الجيفس ثم تقوم بحذف هذا الرابط اذا اردت قوم بوضع الجيفس الاسم او يمكنك وضع ايموجي للضحك فقط هكذا عفوا 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 نعم هكذا عفوا هكذا ثم اعمل بوست كما ترون سيدهب الى الاضمين واحتمال كبير سيقوم بقبول هذا كما ترون هي جيفس يعني عندما يقوم بالدخول ستذهب تراند يعني هاته الغالبية ستذهب تراند كذلك كما قلت يمكنك البحث عن لغروبات خاصة مثلا اذا اردت عامل مثلا اه خاصة بالكلاب الكلاب يعني بين انيم تستطيع البحث عن انيم في متعنا تيك توك مثال مثال عفوا 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 اعتذر لا احاولها ولا اقود انيم مثلا فاني انيم كمثال وتقوم باخذ فيديو بنفس الطريقة وتقوم بوضع هذه الانيم كما ترى كذلك هذه انيمال كذلك تستطيع البحث عن الانيمال هذا الكروب فيه تفاعل رهيب على ما اعتقد نعم ثمانية وعشرون جيدة كما قلت انيمال كذلك اه رائع ورائع جدا مثلا اه فاني مثلا كوم بكتابة فاني فقط ثم تقوم بالذهاب الى غروبس فاني مامس اه فايكت يعني العديد الغروبات بالالاف الغروبات بالالاف الغروبات بالالاف هناك بعض الطرق الاطماتيكية من اجل بحث عن الغروبات ساتكلم عليها في فيديوهات قادمة ان شاء الله يعني بدون تعب تستطيع تحصيل حتى عشرة الاف غروب في اليوم عادي جدا اوتوماتيكيا بدون تعب وبدون اي مشكلة مثلا مامزورد فاني كذلك هذه الغروبات ممتازة برايفت غروبس اه مثلا نعم كما ترى اثنين وستون الف ومئة ومئة وسبعون يعني هاته اه كذلك غروبس في اخر اسبوع انضم ستة الاف شخص واو غروبس رائع ورائع جدا ساقوم بالانضمام الي ياس اوكي اوكي سيتم القبول نعم كما ترون هذا غروبس ممتاز يمكنك البحث عن غروبات هكذا نعم وكذلك اني مزمت على دوكس يعني انت وطريقة البحث الخاصة بك دوكس ثم غروبس في البداية انصح باليدوية اليدوية يعني تقوم بالعمل اليدوية كذلك اذا رأيت هاته يعني هذا غروب متفاعل كما ترون مثلا تقوم بالدخول الى هذا ستجده مثلا استراليا نيويورك خمسة واربعون ممتازة يعني هذا غروبس ممتاز تستطيع الانضمام اليه العامل تاك هو البحث عن غروبات وكذلك تقسيم العامل الى العديد من حسابات فيسبوك مثلا اذا كان لديك مثلا ثلاث حسابات فيسبوك تقوم بتنقيته مثلا حساب خاص بغروبات الانيمالس حساب خاص بالممز يعني الضحك وكذا وحساب خاص تقوم بالانضمام الى غروبات مثلا غروبات اي نيتش خاص بالجيفس وهكذا ثم تقوم بالنشر هذه هي الطريقة اليدوية في البحث عن غروبات كبداية انصحك بالبداية فيها اما النشر الان ننتقل الى الطريقة التانية وهي طريقة النشر الاوتوماتيكي يعني كيف تقوم بالنشر اوتوماتيكيا في الغروبس اول شيء سنقوم بالعودة الى هنا نقوم بالذهاب الى البلاغينز التي قمنا بتثبيتها الباريحة وهي بلاغينز اف اس بوستر اف اس بوستر نقوم بالضغط على الداشبورد هذه البلاغينز التي قمنا بتثبيتها قمت بوضع الرابط في الفيديو الفائت وسأضع لكم الرابط في هذا الفيديو كذلك لمن لم يقوم بتثبيتها هذه تقوم بالنشر اوتوماتيكيا نعم وهنا الاحصائيات يعني الاحصائيات دايلي شاير بوست كم عدد ضغطات يعني عادي جدا الآن نحن كل ما علينا هو الذهاب الى اكاونت من هنا تقوم بالضغط على فيسبوك اختيار فيسبوك تستطيع النشر اوتوماتيكيا في يعني كل هذه المنصات تيليجرام وورد بريس يعني بنترست تستطيع النشر نحن سنختار فيسبوك اد ان اكاونت ملاحظة نعم سأريكم هنا اوب ميتوت او كوكيز ميتوت نحن الاب ميتوت هذه خاصة بتطبيقات نحن لن نستعمل هذه الطريقة نستخدم كوكي ميتوت هنا يطلب منا ادخال الخاص بالكوكي والكوكي اينا نجد هذه يعني الكوكيز من اجل ربط الحساب حساب الفيسبوك يعني انت اذا كان لديك اربعة حسابات ستقوم باضافة اربعة حسابات كمثال ساقوم باخد مثلا هذا الحساب نعم كما ترون وكذلك نعم هذا هو الفيسبوك تقوم بالضغط بالجانب الفأرة ثم انسبكت ستظهر لك هنا تقوم بالنزل هنا في السورس تقوم بالضغط على هذه البركت مارك ثم تقوم بالدهاب الى 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 ثم 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 تقوم بالضغط على فيسبوك واضح ثم فيسبوك يجب ان تكون في حساب الفيسبوك هذا السي يوزر كما ترى السي يوزر انت ستقوم باخد هذا الكود كنترول سي عفوا كنترول سي هذا هو الكود الذي نحتاجه ستقوم بوضعه هنا السي يوزر ستقوم بوضعه هنا والكوكيز اكس اس الكوكيز اكس اس هو هذا كما ترون في الاعلى اكس اس تقوم بعمل كنترول سي واضح يعني طريقة سهلة واضحة هكذا ثم تقوم بوضعه هنا هنا ملاحظة هنا اذا اردت استخدام بروكسي يعني اذا اردت استخدام بروكسي ستقوم بوضع بروكسي الخاص بك هنا لا يهم كما ترى ثم تقوم بعمل اد هنا سيتم عندما تقوم بعمل اد بعد مدة قصيرة افوا نعم بعد مدة قصيرة سيتم غلق الحساب حساب فيسبوك الخاص بك سيتم غلقه يعني يقول لك ان حساب سسبندد ولكن عادي جدا تستطيع استرداد الحساب في ضرف ثانية عن طريق رقم الهاتف يجب ان يكون يعني قبل عمل هذه الطريقة اذا لم يكن الحساب الخاص بك مربوط برقم هاتف قم باضافة رقم هاتف وتأكيده ثم تقوم بهذه العملية لا تخف ومن الافضل ان لا تستعمل الحساب الشخصي يعني حساب الشخصي الذي تستعمله انت شخصيا قم بالبحث عن حسابات قديمة سواء عند العائلة او ما شابه ثم تقوم او بانشاء حسابات جديدة وتسخينها كيف تسخين حسابات هي بالنشر والدخول يوميا الى هذه الحسابات الى ان تتسخن وكذلك بالنشر وضع الصور الخاصة بك او الى ما شابه كما قلت سيتم اغلاق الحساب ثم تقوم بالضغط على ريكوفري يعني وسيتم مراجعة الحساب في تانية ويعني سيصل الكود الى الهاتف وادخال كلمة سير جديدة واضح حتى نكون واضحين معكم ولا يعني يصرى اي مشكل مثلا ساقوم بالضغط على كيفية النشر كمثال نعم كما ترى تم اضافة الحساب هذا هو الحساب وستظهر الجروبات هنا ستظهر الجروبات لدي 20 جروب يعني وكذلك عند قبل الانضمام قبل اعمل اعمل ربط حساب الفيسبوك بال بوستر يجب ان تكون قد انضممت الى الجروبات يعني الى 20 جروب ثم تقوم بالانضمام كما ترون هذه الجروبات كمثال من اجل تفعيل الجروبات يمكنك تفعيل هنا كليا اكتيفيت يعني تفعيل الحساب هنا تفعيل الحساب الخاص بك وهنا تفعيل يعني تفعيل الجروب الذي تريد النشر فيه مثلا لديك 20 جروب مثلا انا اريد النشر في هذا الجروب اكتيفيت واضح مثلا في هذا الجروب اكتيفيت واضح او كامل جروب تقوم بعمل ريفراج فقط وهكذا سيتم النشر اوتوماتيكي سيتم النشر اوتوماتيكي مثلا هذا الجروب كمثال فقط انا اريد كمثال واضح من هنا اذا اردت يعني اعمل جدولة للمنشورات منشورات جدولة للمنشورات يعني من هنا مثلا اريد يعني اسم اريد النشر في يوم كدا في التاريخ كدا على الساعة كدا بين البوست و البوست كامل وقت من الافضل ساعة الى 45 دقيقة اه وهكذا كذلك فلتر اذا اردت الفلتر مثلا اه تريد النشر في اه وقت معين كمثال في يوم معين او فلتر يعني لا تريد هنا تريد نشر في ايام معينة كذلك سواء في بوست او يعني بايج بالنشر وهنا كذلك تقوم باختيار الطاقس الذي تريد النشر فيها ذلك هنا تقوم باختيار الاكونت كما ترون هذه الاكونت التي قمت بتفعيلها واضح قبل قليل قبل قليل وهنا اذا اردت كتابة ميسيج مع الاسئلة واضح هنا التايتل يعني سيظهر التايتل الخاص ب اه الخاص بالجيف اذا اردت مثلا اضافة اه تاكس مع التايتلز اي شيء اذا اردت اضافة ولكن لانصحها كده كافية واضح اه دايركت شير هنا من اجل الدايركت شير اذا اردت يعني اعمل مباشرة انت تقوم بدايركت شير هنا تقوم بوضع الصورة هنا تقوم بوضع اللينك وهنا تقوم بوضع الميسيج الذي تريد النشر اذا اردت يعني او الجيفس ولكن لانصح بها نحن هذه خاصة بنشر في الگروبات بالمكانة بالمقالات وليس بالجيفس يعني بالمقالات من أجل النشر المباشر في العديد من جروبات سيتينكس هنا هم الأبس واللوكس هنا السيتينكس الخاص يعني ببليش سيتينكس إكسبورت فيسبوك سيتينكس يعني من هنا تستطيع التعديل على حسابات فيسبوك واضح كمثال العديد من الأمور ولكن ستحتاج أكونت فقط هكذا يتم النشر الأوتوماتيكي لكن يجب أن يكون الحساب مسخن جيدا حتى لا يتم غلقه واضح هذا هو حساب الفيسبوك الخاص بنا كما ترون واضح يعني هذا هو حساب الفيسبوك يعني يجب أن يكون حساب قديم ومسخن من أجل العمل أه لم يبقى أي شيء في هذه الطريقة أتمنى يعني أن تقوموا بعمل هذه الطريقة والله العظيم يعني أقسم أن أقسم بالله أن هذه الطريقة فعالة وفعالة جدا ولكن يجب الصبر والعمل وكما رأيتم كل شيء أوتوماتيكي يعني لا تتعب أبدا كل شيء أوتوماتيكي بدون أي تعب أو ملل تستطيع العمل وأنت مرفوع الرأس السر هو في الجروبات وحسابات الفيسبوك أما الباقي كل شيء سهل أوتوماتيكي مع الويبي أضمين الويبي أوتوماتيك وكذلك الف اس بوستر أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد أفادتكم يعني وتكون وكنت قد وفقت في شرح هذه الطريقة دائما يعني أطمح إلى نشر أمور ليست موجودة في اليوتيوب يعني دائما أطمح إلى النشر بعض الأمور ليست موجودة في اليوتيوب لماذا؟ لأنني دائما أريد يعني دائما أريد التميز عن الآخرين ليس يعني والله الهدف الخاص بي ليس من أجل جمع مشاهدات ولا من أجل الشهرة المهم أن يستفيد يعني الشخص العربي خاصة المسلم ويغير حياته إلى الأفضل كذلك هناك بعض الأمور إعذروني لا أستطيع مشاركتها مجانا يعني هناك بعض الأمور يجب أن تكون عبارة عن دورات مدفوعة لماذا؟ لأنه يعني لا أستطيع صراحة لا أستطيع مشاركتها مجانا والله يعني أريد ذلك ولكن لا أستطيع لظروف خارجة يعني لظروف لماذا؟ لأنها إذا عمت يعني إذا عمت يعني إذا خرجت مجانا سربما هذه الطرق التي نستخدمها ستصبح طرق غير جيدة وربما تصبح ضرر للآخرين لذا ستكون يعني عبارة عن هناك كذلك كورس قادم بقوة وطريقة رهيبة ورهيبة جدا في الترويج لمنتجات تسويق بالعمولة سواء منتجات ديجي ستور أو كليك بانك أو باي جودز يعني منتجات تستطيع تحقيق منها مبالغ محترمة ومحترمة جدا هناك بعض الأشخاص الذين اشتركوا في التربص يعني يحققون نتائج ممتازة شخص وصل حتى إلى 800 دولار يعني في ضرف أسبوع أو أقل وتستطيع والله لو عملت على هذه الطريقة هذه الطريقة اسميتها هي ستكون عبارة عن كورس مدفوع حتى أكون صادق معكم ورجاء الكورس المدفوع سيكون موجه إلى الشخص الذي يريده لا أريد شخص يريد يعني لا أريد شخص لا يحب العمل ولا أريد شخص دائما شخص مجاني يعني يحب الأمور المجانية وكذا وكذا سعند الانتهاء من تصوير الكورس سيتم إطلاقه في منصة جديدة وسيتم يعني الكلام عنه في حينه وصلنا إلى نهاية أو هذه الدورة المصغرة في هذه الطريقة هناك طرق جديدة إن شاء الله غير متوفرة سأشاركها معكم في اليوتيوب إن شاء الله كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وشاهير حتى تعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر